السلام عليكم عليكم السلام وأخي مع الله بركاته يا أختي وده إيه ده يا أختي ده عادي يا خالتي عادي هم الناس البهوات بيبقى عندهم من نوع ده كتير آه سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ آه لا، سبيها لي دي بقى يا خالتي يا آياتها الكاماريرا الفلبينية نحن بصدد لقاء السيد عبد الله حسنا، حسنا، سأوباليدو سأوباليدو، آه شكراً لك آياتها البلهاء فضال فضال بسم الله، ما شاء الله ايه دي بيتي يا شريعان ده؟ ليه بلف اللغات؟ ما شاء الله عليك يا حبيبتي أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً اللي أنا بيت نور النهاردة مننور بصحابي يا أستاذ عبدال ازاي حضرتك؟ أهلاً يا حبيبتي اهو كده، لازم فعلاً نتبتل الزيارات والود احنا أهلي يا جماعة احنا على طول تحت النظر يا عمو عمو؟ الله، بحب الكلمة دي بينك قوي طالها ببقء جزاء العسل يا حبيبتي طب تفدل يا أستاذ عبدالله دي حاجة بسيطة كده خمسة كيلو يستفندي وطبق بسبوسة يستاهي البقء والله ما كان لولاس ما التعب أول مرة أشوف بسبوسة تجيب بسبوسة طيب أستأذنكم، البيت بيتكم قرره أطلع بس أنده لنلي واجه على طول برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت نيلي معنش، دي ما نتكلم بعد ما يمشوا بس دلوقتي من فضلك، قابليهم كويس عشان خاطر بابي هوا مين قال لك أصلا أننا هقابلهم ولا هنزل عاود مع الناس الجربيع دي نيلي وبعدين، عيب، دول أريبنا أريبنا إزاي؟ إزاي إيه؟ شريهان اللي قاعدة تحت دي، تبقى بنت عمك عبدالحليم اللي هو أخويا، مش شقيقي، من أم تانية عشان جدوا ميكي، الله يرحمه، كان متجوزوا واحدة تانية غير باماميمي بسم الله الرحمن الرحيم إيه ده؟ لو أنت لسه عايشة مين دي يا خالتي؟ دي الحجة ميمي، مرد جدك مكاوي إزايك يا حجة؟ سلمي على ستك يا شريهان إزايك يا ستو؟ إيه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار هدها من عميلها السودة أصلها كانت ستة قدرة وما كانتش بتق جدتك ولا بوكي ومن ساعة جدك ماماته ملقوش ولا مالين من سروته وهي حالها بقى عامل كده وبعد ما جده ميكي، الله يرحمه توفى زي ما تقولي، العلاقة ما بيننا خفت خصوصاً إن ماما ميمي ما كانتش بتحب أبداً ماما زيزي اللي هي مامة عبدالحليم أخوي، الله يرحمه هو كمان فعشان كده قد بتمنعنا إن إحنا نروح نشوف بعض أو نتزاور طب بعد الهاردة كله، المفروض أنا أعمل إيه دلوقتي؟ تنزلت قبليهم، والضيفيهم كمان كويس، الله، مش قريبك دول قريبك أنت، ودي بنت أخوك أنت، أنا مالي نيلي من فضلك، شرهان تحت دلوقتي عارفة أنك موجودة لو ما زلتش تقبليها، أجب شكلك وحش على فكرة يا بابي، أنا شكلي حلو جداً، ومش فارق معي خالص لو أنت فارق معاك، انزل إنت أقعد معايا ومقامل إنت عايز تدوه يا بنتي إحنا ما صدقنا لقينا عائلة تودنا بدلا ما إحنا بطولنا إحنا الاتنين كده حتى بعد عبرين طويل، تلاقي حد يجيلك وتروحيله بليز، بليز، أنا مش بحب الناجاتفتي وشغل المتسولين ده من فضلك أخرك معايا، هفضل قادة في الأودة، محبوسة لحد ما هم يمشوا وإنت ممكن تقولهم أن أنا في النادي، في السباة، بعمل دايوز مع أصحابي، أي حاجة بس رممبر، أن أنا هفضل محبوسة في الأودة لحد ما الناس دي تمشي، وحصر عن نفسي زتونة لا مونة whatever مش واريفر لا مونة، زتونة إزاي تنصرها أنا ممكن أعصر زتونة عاديا لا، مونة أوكي، هاصر على نفسي مونة، بس بليز، إنجز، وفتكر أن بنتك قادة محبوسة لأن الجربيع دول يتبسطوا تحت في بيتي منورها يا حاجة مين خالتي، مش عيب عليها في السن ده، لسه بتقرع ميكي الله يكحموا جدك بقى مطرح مراح، ما أنت عارفة أنه هو كان صاحب المجل، وهو اللي كان بيت بلغز ميكي هاهو يرغب أبد أخيصف يا بيتي لعتعدك سنت يا خلت يما تشوفك اهو ماما إيه ده؟ إيه ده؟ يحيي لإعزة؟ Sang unveiled معاكم، لو انتم كل شوية حتريقوني… أنا مش قلت لكم ما إذا لم تقردها ماما, ماما، انت ماذا أنه؟ ماذا ده عشان خطري؟ طيب، لم يكن challenge cause,這 غشي خطر شعرك وما أماما ما بتسخنش عبك بالحمر ايه ده عمو ما تخافوش ما تخافوش لا ما نخافش ايه عمو دي بتقوم تمشي ايوة ما هي بتمشي وما القاعدة على الكورسي ليه بتشتغلنا لا ابدا هي بتمشي وساعات ما بتمشيش بتتكلم وساعات ما بتتكلمش اصلا هي مش قاعدة هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني سناء القطب وضللات ده وابعا ما هي طول عمرها ضللية وتاكل مالي النبي اكل انتو عملتولها حاجة ما عملناش حاجة خالص يا عمو ده انا بس كنت باخد منها المجلة زامت علي وقامت مشيت طب و دي حاجة بسيطة يا بنتي المجلة دي اللي سابها لها داد الله يرحمه وهو المرحوم ساب حاجة غير المجلات ايوة صحيح يا عمو امال السرعة بتاعت جده رحت فين هو مش كان عنده شركة شحنه وتجارة لعب اطفال وكده والله يا بنتي بحد يعرف الله يرحمه صفه الشركات كلها وبنعرفش وده فلوس فين حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامي تنالي قدرت اوقفها تاني عرجليها يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املك ولا اي حالة والله يا بنتي لا بيد ولا سود ملقناش في الخزنة غير العدد ده بس داد كان قال ان السروة في لغز ميكي جايز يقصد ان السروة الحقيقية في العلم اللي سابه علم ش الله يا علم يعني هو كان حفر الكناليا خايف مش مهم ما علينا هي الامور الزغننة فيه الامور الزغننة في النادي اه عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا اه اه النهاردة اكلموها قالولها ان عامل لها تكريم زغير كده في النادي كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغد قديمع فرد في النادي اعمل ايه داد قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكلت لها جات على طول يالا تفضل لسه قدامي شوية ياسو انا قاعدة من تثبتها في القودة مستنية لحد ما يمشوا بقولك ايه انا هنزل جيلك دلوقتي مش مهمة خلاص توزي فيهم بقى بابي بقى يتصرف معاهم ولا اي حاجة سو موك هتلب منك طلب فكرة الجاملة دي تقولي ممرة اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه سامرة سامارة اقوى ده معصب قوي بقالي ساعتين قصن عمالة بكل فيها مش قادرة تفاها بليز اعتيلي منه تاني تانكيو باي سو بقولك ايه فيه منه بس بيعمل بابلز انا مش عاوز كسوف بقى دابتكم اه ايه جعلوا عام اهلا وسهلا يا سلام ادي ايه انا مستمتع باللمة انا عنك تراح ايه رايكم لما نتلم اللمة دي كل يوم جمعة لا الجمعة مش هينفع بيبقى عندي شغل بشتغلي الجمعة؟ ليه انت بشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده اسكت يا استاذ عبدال الناس خبيتها السبت والحد وهي خبيتها الاثنين وما وردت على حد بس يا خالتي بسيت ليه حبيبتي انت بشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري وبعد الدهر بشتغل كشير في الشبروي ويعني بالليل بنزة اشتغل مع خطيبي ما شاء الله طلت شغلانات على كده يا بنت مقرشة ها ومعاك بلوس ما بحبش اتكلم في الموضوع ده بل اخيبة على خبيتها دي لو لم تحق بلوزة اتبح ايك واعمل فارح بلوزة؟ طلت شغلانات وبلوزة؟ لا 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 اسبوع جاي تجيب وراك وتجيلي الشركة طبعا ومرتب مبدأي خمس تلاف جنيه وحيات امك وحيات امي اسفى يا عمي اصلي الخط ده بس تخطيت معلش بجد؟ طبعا يا بنت ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدل البهدلة دي ها؟ ربنا يعلي ما قصدك وشوفك في اعلى المراتب يا سي الأستاذ عبدالله يا ابني ميمي وميكي مرسي حلوة قوي الدعوة دي يا صباح خصوصاً بموضوع المراتب خلاص أمهار ساعة كده وهجلكم فيلي دلوقتي هكلمك تاني نيلي انت جيت يا حبابتي جيت من نادي نيلي نادي ايه يا عمه هو لمؤخزة النادي ده فوق ايه كل ده يا بابي انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم ايه يا بات تغديهم وتمشيهم دي احنا جايين من الشارع انت بتكلمي لي اصلاً يا بتاع انت حد كلمت هو انت عايزين نسمع شتامتي بوداني وفضل قاعدة سكتة هو انا مش هتمتكيش اصلاً بس لو عايزيني اشتمك ممكن نيلي بس يا بابي لا بس بجد يا بابي وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليك لساني يا بروتك بارد لو هتسايبي علي لسانك انا ممكن اسايب عليك كلابي جرائي يا استاذ عبدالله ما قلتلك يا قويا تعمل كنترول شوي طبعاً طبعاً نيلي وبعدين شريهان انتوا بنات عام يعني زي الاخوات بالزبط بابي انا قلتلك بس حصل لو سمحت ما تتكلمش بقى انا هعرف اتصرف مع الناس دي وبعدين ايه اخوات دي احنا مش اخوات اصلاً جرائي يا بتنتي مالك ما اتنية ومفروض علينا كده ليه ما كلنا اولاد تسعة انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انت بنت تسعة شوفي الموضوع ده مع مامتك اخراس يا واطية يا اسبالة يا بنت الواطية انت انت تفاع علي السكينة في بنتي اه افع عليك السكينة بالمعلقة والشجاك امال لو تحقادي مالي الحمد لله ان احنا بنأكله اكتر يا بنت قسمهم بالله عدوابك بكتبه اصلاً اصلاً في سوق تفاهم مش اكتر انا هفهمها حبيبتي هي تقصد تسعة شهور ان اي ست بتبقى حامل الحامل الطبيعي التسعة شهور اه اشكي لفة بعيدة اوي انت مكتنع قصاً باللي انت بتقول ده بابي انا لازم امشي عشان عندي معادة لما ارجع مش عايز الاقي المناظر دي في البيت لا بقى ده كده كتير اوي يا استاذ عبالة يلا بينا يا شاريهات يلا ياختد احنا تهزعنا على الاخر لا عشوة لكان الي هزعك وانا موجود يا ست صباح ولا عشوة لكان ايه اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك اوعى من وشي يلا يا خالتي يلا اسكت دي نسكت موسيقى عمو طبعاً الخلاف اللي حصل بني وبين بنتك قللت الرباية ده ملوش اي علاقة بموضوع الشغل اللي بيننا يعني عشان اثبت لحضرتك قدي انا بروفاشنال في الشغل بعد ازنى حضرتك فضل يا حبيبتي موسيقى 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 موسيقى